كما أكد الرئيس الأوزباكي أنه تم الاتفاق على زيادة التعاون ما بين مصر وأوزباكستان في المجالات السياسية واللوجستية وأيضا في مجال الطاقة كما شدد على ضرورة زيادة التعاون الثنائي في المجالات الوعدة مثل الغاز والكيمويات والمنسوقات كما اتفقنا أيضا أن نزيد من التعاون بين التارفين في مجالات السياسية واللوجستية وأيضا في مجال مكافحة الفساد وأكدنا مرة أخرى أن إقامة التعاون صناعي في المجالات الوائدة مثل الغاز والكيميائيات والمنسوجات والهندس الكهربائية والصيدلة سيكون مفيدا لكل الطرفين